سباق محموم في المناطق الخاضعة للصدوة الحوثية في حوثنة قطع الصرافة بدءا باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كانت لها وجود فعلي قبل أن تسيطر الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة والعمل على إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها ماليا مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة والسنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة تقرير اقتصادي حديث كشف عن تورط قيادات الميليشيات الحوثية في قسر الأموال وتمويل عملياتها الإرهابية ويديرها الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة انتهكات الميليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ جندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها ويعاقة العديد من محلات الصرافة الأخرى وسردت تقرير وأسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثا ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصا من قبل البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيا في صنعاء بشكل غير قانوني موسيقى